من طرف الاتحاد الوطني الكردستاني تم حسم هذه الموضوع خلال سلسلة من الاجتماعات التي جرت في سليمانيا بقيادة سيد بابل طالباني والهيئة العاملة للمكتب السياسي خلال الأيام القليلة الماضية وقدموا أسماء المرشحين وتفاوضوا بشأن حقائب الوزارية واستحقاقات الاتحاد الوطني الكردستاني وفي الفترات الماضية أيضا كانت لنا رؤية حول برنامج الحكومي وحول المشاكل العالقة ما يهمنا في هذه الحكومة كاتحاد الوطني الكردستاني أن يكون حكومة خدمية ذو قاعدة واسعة منذ بداية الأمر بعد انتهاء الانتخابات كان لنا موقفنا سابتا حتى هذا اليوم رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني أصبح معروفة لدى جميع وخصوصا المتحالفين معه في الإطار التنسيقي والعزم والسيادة أيضا لنا تفاهمات جيدة حول موضوع تشكيل الحكومة وقضية الحقائب الوزارية والوزارات ليس مشكلة كبيرة بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني وموقفنا من العملية السياسية نعم يعني لحد الآن كم اسم قدم البيت الكردي للوزارات يعني للوزارات التي منيحت له هل لك أن توضح لنا لو سمحت أصبح من العرف السياسي والمعروف أن حصة الحصة الوزارية يعني للكرد أربع وزارات وللسنة الستة وهكذا للبيت الشيء الصناعش يعني في هذا الشأن مفاوضاتنا في داخل البيت الكردي على قضية حسم الوزارات لم يتم بين الأحزاب يعني حقيقة كون أن العملية السياسية مرت بأزمة عدم تفاهم بين الحزبين الرئيسيين ومشكلة الرئاسة لحد اليوم باقي هذه المشكلة ولكن تفاوضنا بشكل آخر مع السيد محمد السوداني يعني تفاهمنا كإتحاد وطني كولستاني مع السيد محمد السوداني بقضية حسم الوزارات وأعتقد عبرنا هذه المرحلة وحسمناها طيب يعني هل وصلتكم الآن ردود من قبل اللجنة الفنية لدراسة أسماء مرشحي الوزارات بخصوص قبول بعض الأسماء من عدمها؟ لم يعلن عن هذه القضايا يعني من الممكن أن نقول خلال الأيام القادمة القليلة قليلة القادمة سوف يكون سوف يصلنا جواب حول المرشحين يعني الذين قدمناه أساميهم يعني هذه سوف يكون مبينا في خلال الساعات أو خلال الأيام القليلة القادمة قبل تشكيل الوزارات طيب حضرتك قبل قليل ذكرت بأنه وأنتم حصتكم أربع وزارات يعني ما هي هذه الوزارات التي حصلتم عليها؟ ككورت أصبح معروفا يعني حسب ما شغلناها في الكابينات السابقة وزارة الخارجية كانت واحدة من الوزارات وزارة المالية وزارة العدل وفي بعض الكابينات كان يختلف من وزارة إلى أخرى الآن أصبح معروفا وزارة الإعمار يعني ما يتحدثون عنه وزارة الخارجية يعني هذه الوزارات تم حسمها نهائيا تقريبا يعني طيب على الطرف الآخر كيف ترى الحراك بين القوى السنية لحسم مرشحي المناصب يعني هل ستتمدد الخلافات برأيك أم أن هناك وقتا كافيا لحسمها خصوصا وأن أعضاء بتحالف السيادة أكدوا أن نوعية الوزارات الخاصة بهم لم تحسن بعد بشكل عام العملية السياسية بعد فترة الإنسدات وبدأ إطالة هذه الفترة الكبيرة حيث جرت تفاهم جيد في الأونة الأخيرة وكتلة أو اتلاف دارة الدولة أعتقد اتلاف دارة الدولة كان قادرا على حلول بعض المشاكل واستعاب الشروط السياسية وشروط من المكونات مثلا كانوا في حين يتحدثون كتلة السيادة وحزب الديمقراطي الكورستاني بأنهم قدموا ورقة مشتركة ينضم 23 نقطة فيها كان فيها مجموعة من المطالبات في المناطق السونية وما يخص الكورستاني هذه من طرف ومن طرفنا كإتحاد الوطني الكورستاني قدمنا ورقة وتفاهمنا حين مع داخل اتلاف إدارة الدولة هذه الأمثلة أقولها إن العملية السياسية تقريبا نجحت بسبب تلك الاتلاف وسوف يمضون على هذه الأوراق التي كانت ورقة تفاهم بين الكتلة السياسية وبقى شيئا قليلا الاختلاف على حقيبة وزارية محددة داخل مجموعة من التحالفات مثلا هذه الأيام تحدثون عن خلاف موجود داخل البيت السوني بين فلان كتلة أو فلان كتلة داخل البيت السوني حول حقيبة وزارية وهكذا للإطار وهكذا للكورد يعني بقى مشاكل قليلة أعتقد سوف ينزح السيد محمد الشيعة السوداني في تشكيل الحكومة وتمرير هذه الكابينة الوزارية وسوف يكون تقريبا حالها حال تمرير رئاسة الجمهورية يعني رئيس الجمهورية كان حضور النواب وحضور الكتلة السياسية كانت حضورا كبيرا يعني وتفاهمات الأخيرة أعطت نتيجة وأعتقد تلك التفاهمات السابقة يعطي نتيجة جيدة للسيد هذا رؤية شخصيا أنا ترجمة نانسي قنقر